يقول هل يجوز اخذ الفوائد الربوية وان تصرف في مصلحة بناء جسر او قنوات مياه وغير ذلك الله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الرباء ذروه يعني تركوه كيف الله يقول لك ذروه وان تاخده ايجوز هذا لكن لو كان انك اخذته وتبتي لله صار عندك اموال تجمعت من الربا وان تبتي لله توبة صحيحة ماذا تعمل بهذه الاموال قالوا تضعها في مشاريع نافعة للناس هذا اذا كانت عندك وتبتي لله اما انك تاخذها من الناس تقول لبا تصدق بها ابضعها ما يجوز نعم لعنى الله اكل الربا وموكله شاهديه وكاتبه نعم